أفد مراسل القاهرة الإخبارية بأنه دخل إلى الجانب الفلسطيني أمس عبر معبر رفح 48 شاحنة مساعدات إنسانية وأربع شاحنات وقود بالإضافة إلى 120 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم وفي ذات السياق أكد مراسلنا وصول 18 مصاباً فلسطينياً إلى معبر رفح لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية بالإضافة إلى 200 من مزدواجي الجنسية